الحمد لله مكنت الأشغال المتمرة لهذه الجولة من الحوار الاجتماعي من اتخاذ الحكومة وشركائها الاجتماعيين لمجموعة من الإجراءات من أجل تحسين دخل كل أجراء القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام وكتم هذه الإجراءات دي الجولة أبريل 2014 زيادة العامة في أجراء باقي العاملين في القطاع العام بمبلغ ألف درهم صافية شهريا هذا بعدما حسنت الحكومة من دخل 420 ألف موظف كنتمي القطاعات الطبية الوطنية والتعليم العالي والصحة كذلك نتخفيض على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأطارين شهري قد يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة دي الدخل ورفع كذلك من سميك بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة وبذلك اغتفع الحد الأدنى للأجراء بالنسبة 20% منذ الوصول إلى هذه الحكومة ورفع كذلك السمك بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة وبالتالي اغتفع الحد الأدنى للأجراء بالنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة وبهذا ومنذ انطلاق الحوار الاجتماعي يكون عدد المستفيدين في تحسين الدخل قد بلغ أبعاد الملايين و250 ألف منهم 1.250.000 مضف في القطاع العام و3.000.000 أجير بالقطاع الخاص وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي ديال الدولة ديالنا الحمد لله وبالموازات لإجراءات غفع من الدخل مكنت هذه الجولة من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي سيستأنف مناقشته في البرنامان وحدة تكون في المناقشة في هذا الدورة الأبريل وحدة إن شاء الله في الدورة الأكتوبر كما ستنكب الحكومة بتشاوى مع الفرقاء الاجتماعيين واقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بشريعات العمل وبذلك تجدد الحكومة التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلاً للرؤية الملكية السمية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي وشكراً لكم